يوفينكم يا البنات الحالة بدا يسخن ورحت سنة نعطات الحلقة ديالنا دياليوم من أحسن وأروع الوصفات نجحة مية في المية غادي يتخلصكم من الرائحة الكريهة وتخليكم أجمل جميلات وصفة فعالة ونجحة وفي نفس الوقت سهلة واقتصادية ومدة للسعمال ديالها سيري وضربي من هنا يا للحرط ولا الصيف وزيدي القدام نتمنى أنك تجربيها ونتمنى أنها تولي معتندة عندك حلقة فعلا 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 لقت نجاح كبير وضربت مليون مشاهدة في القناة الثانية قناة ممينتي العزيزة ولكن باشي هاد الوصفة وصفة مشابهة لها لنتمنكم أنكم تزوروها تجربوها واتتابعوها إيوا نبدأ الحلقة ديالنا ونقول بسم الله على بركة الله وفرجة ممتعة للجميع لا تنسوش للشارك في القناة ضغطوا على زر الشارك سبسكرايب سابوني بلا ما يحتاج نوصيكم ويوميا كونوا معنا إيوا بسم الله على بركة الله وتبدأ الحلقة ديالنا المكوين ديالنا ديال اليوم مكوين سحري وكيت تعتبر من بين آهم الأملاح المعروفة والأساسية في بلادنا بحيث أنه كيحتوي على البوتاسيوم والكبريتات والأمونيوم وهد الشارك كيت تعمل كمطهر وفي نفس الوقت منظف لمجموعة ديال المشاكل من بين هالمشكل ديال لتا وغيرها اللي تيعانيوا منه بزافة الناس كذلك يعاجلنا الترهولات ديال الحم وفي نفس الوقت كيبيض وفي نفس الطبيع اللي كيكونوا في الجسم ديالنا كيتستعمل في عدد كبير ديال السقلات أو لا ما يسمى بالتبريمات وكذلك كيتمتع بخصائص طبيعية فعالة في علاج مشاكل البشرة وقليل منه اللي كيرجع ليه كيتستعمل حتى بالنسبة للرجال من وراء الحلاقة كمطهر بحيث أنه مضاد للجروح والالتهابات وهذا الشعرش كنت نصحكم به أول شيء لأنه ما تيخليش نهائيا الشعر أولى هذا الزغب كيخرج من بكيميا كثيرة بحيث أنه كيقتل أولى كيقضي هذوك الوصيلات ديال الشعر هاد الشعرش كيتستعمل من وراء الحلاقة وكذلك كيزول رائحة العرق الكريهة والأكيد اللي كتكون في السف ديالناس كذلك كيخلصنا من الآلم ديال اللي تكيف سبقه واذكرنا كيعمل كمعتر طبيعي مع مجموعة ديال الأعشاب من بينها الزعفران ومن بينها كذلك مجموعة ديال الروائح أو للعطريات اللي ممكن أننا نضيفوها ليه بحل الفالندرا وغيرها من الأعشاب اللي كتكون متوفرة عطرية إضافة لهذا الشيء كامل فوائده كثيرة خاصة في تضيق المسام كيف سبقه وذكرنا وكذلك تخلص من الخلايا الجلدية الميتة والأوساخ العالقة بالبشرة ديالنا إذن ما عندكم على هاش تخافوا منه كذلك كيأخر دهور تجاعد والخطوط الرفيعة خاصة بالنسبة للبنات أو للنساء اللي بغوا يبقوا في سين الشاباب غادي نقول لكم نصحكم به إلا ما كانتش عندكم البشرة حساسة بالنسبة للوجه ديالكم كذلك كيخلص من الهالة السوداء وكيخلص من البقعة الدكينة والسمراء اللي كتكون في الجل ديالنا كيفتح البشرة وكيبيضها في مدة قصيرة من الاستعمال إول الخبار فراسي وراسكم بلا منزيدنا هدار ونتكلم مكونا معروف أكيد عرفته إنه الشابة ومن لا يعرف الشابة إن له فوائد كثيرة وعديدة إيه وغادي سمعونا الأساسي ذاتي اللغة العربية وغادي جريو علي دار خليونا من هاد شي كامل غادي التخذي يا للا جوج دراهم هاد شي يرها كافي وفيت الهين إلا بغادي تصوبي كمية كثير والدوقي منها من الجير عن الخالة والعمة والصاحبة وكذلك العجوزات على شلا وبالمناسبة نفتحوا واحد القوس ونقول لكم طلوا في عجيزاتكم فرحوهم وكذلك تحاملوا معهم مزيلا لأن كيف ما تنقولوا إلا كنتك تبغي هذا الراجل غادي تبغي مو شكوني كبرات وربات وتعبات عليه هدي من جهة ومن جهة أخرى قال لك بش حلقوس يا مو القوس قالوا تسنى ده بيوصلك بلا فلوس إيوات حنايا إن شاء الله من هنا يا شوية غنو الليوها جيزات ونبغي اللي يديها فينا واللي يردلينا البال وكذلك يتعامل معنا مزيلا وسمحوا لي على هاد الهضراء هو رجل كلام الحق كيقلق ولكن من اللي كتجي في الواليدين ضروري ما نقولوها ونبوسوا بالمناسبة على رأس جميع الحاجات وكذلك المهمات ونقول لهم الله يعطيكم شي عمرة سهلة مهلة متقبلة بإذن الله لك المقام ودعواتكم معنا هنا الرجعوا للوصفة ديانا قبل لما يتقلقوا علينا البنات ويقول لك أنت كنت يفضل عرق آه شو وصلك يا للا للا جيزات غاسم حولية أخذكم حديث ومغزل وعزيز عليها الجماعة وبيني وبينكم المتنفس الواحد ليوليكم هو هاد اليوتيوب وهاد الفيديوهات ندوزوا مباشرة للوصفة ديانا كيف غدي تشوفوا معنا هنا عندي فازلين اللي غدي تكون برائحة ديال الحمض أولى بالرائحة ديال الخزامة على حسب انتم مو متوفر عندكم ولكن ديال الحمض حسن وأفضل وفي نفس الوقت فعاليتها أكتر وهنا نريد انتباه لكم أولا نضيف لكم معلومة لجيزة مهمة أنه بعد مرات بزاف تنسك يعاني من مشكلة ديال التعرق في الوجه ديالهم أولا كيف ما تقولوك يكون تعرق سائد هناك نصحكم أنكم تبعدوا من الحلويات لأنها تزيد هذه المشكلة ديال التعرق كذلك ما تنسوش تجنب شرب المنبهات بحلق هوا والشاي وكذلك المشروبات الغازية لأنها للأسف شديد كتزيد في التسمم ديال الجسم ديالنا الشاي اللي كي يبدأ يفرزوه عن طريق تعرقات كذلك نبغي نقول لكم حاولوا أنكم تكتروا من شرب الماء باش تجنبوا الجفاف أو لا تعودوا هذك العرق اللي كيخرج من جسم ديالكم من كيميا اللي كتيرة اعتمدوا على أشياء اللي كتعتمد أو للي كتحتوي على الأملاح المادينية كذلك حاولوا ما أمكان أنكم تبعدوا من استعمال المواد الكيموية أو للمواد اللي كتكون استناعية بحل مزيلات العرق وكذلك حاولوا ما أمكان أنكم تعتمدوا على أشياء اللي هي طبيعية اللي تقدروا أنها ما ترجعش عليكم كيف ما تنقولوا مواد مو سرطينة أولى ترجع عليكم بأضرار أخرى هذا كان غير بين قوسين معلومات فقط اللي نتمنى أنكم تقبلوها مننا وما نقولوش كنا تقال عليكم ما تنسوش كذلك تشوفوا في قناتي الثانية قناة وصفات بالبديل والعلاج بالأعشاب مع أخني فيسا ويدخني فيسا وصفة لإبطال السحر العين والحسد وكذلك العكوسات وأكيد بدون شارك بدون كيف ما تنقولو أشياء اللي خارجة على الشريعة الإسلامية دينا إنما بطريقة إسلامية مئة في المئة ونتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة لأنه بزافة الناس تخربت بيوتهم بزافة الناس كيف ما تنقولوه لو في مشاكل بدون سبب هاتنرجعوه للوصفة دينا هاتن ناخد واحد البرتية أو لواحد المربع دينا المسك وغادي نخلطو مزيان جيدا كيف كتشوفوا معايا من خلال الصورة غير هو من الأفضل أن ينحقو قبل باش ما يبقاش لي أبارة على بودرات على كوريات بالمناسبة هذه الوصفة رأيها مبيضة للجسم دينا وكذلك ممكن أنك توضعها في العنق ديالك أو لعلان عنق ديالك بشرط أنك ما تعرضيش للشمش بالمرة هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت هاد المكونات جيدا غادي نضيف عليهم رأس ما يلقى أو لا هنا غادي نضيف ما يلقى عامرة ديال طالك وغدا نخلط هاد المكونات كيف كتشوفوا معايا إلى حين أني نحصل على واحد الكريمة اللي يردير بالكم أنها خست بقى مطلوقة ما تكونش ناجفة لأنها للاسف شديد من بعد كيزيد هذا الجافاف ديالك تعاوش تشقق يعني غادي نضيف حاول أنكم ماتوتوش محلقة صغيرة فقط غادي نخليها ليلة كاملة والهدف منها هي أنني نشوف كيف ما تقولوا هادك اسميتو ديالها ذاك الملمس ديالها وكذلك هديك الكتفة ديالها هدي من جهة من جهة أخرى غادي نضيف الغد يعني الغد من اللي غادي نشوفه غادي نكون حصلت على الكريمة إلا كان خصني نزيد يعني غادي نزيد إما الجليسيريد أو لا غادي نضيف كذلك الكريمة اللي استعملت قبل سينو غادي نضيف إلى القتاهية هديك غادي نضيف عليها واحد نرسم علقة ديال شبا وغادي نخلط المكونات كاملين وغادي نوضعهم في واحد البوطة أو لا في واحد القرعة وغادي ندرف تلاجة منور الاستحمام بستعملها مرة واحدة وردالي يا الخبار وهذا الوصفة تقدر تبقى معاك حتى العام ايوه ضربعي لها شي جاب وشي لايك وشكر خاص على تسجاعتكم وتعاليقكم اللي انتمنى أنكم متبخلوش علينا بها ترجمة نانسي قنقر